اشتركوا في القناة حماية حماية البيانات الشخصية بموجب احكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 وذلك الى حين رصد الاعتماد المالي للهيئة في الميزانية العامة للدولة وصدور مرسوم بتشكيل مجلس الادارة ويتولى وزير العدل وشؤون اسلامية والاوقاف المهام والصلاحيات المقررة بموجب القانون المشاري اليه لكل من مجلس ادارة الهيئة ورئيس مجلس الادارة ويتولى وكيل الوزارة للعدل وشؤون اسلامية بذات الوزارة المهام والصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي